موسيقى لكن فيما بعد نزل الإسلام ونزلت العبادات والناس تعلموا عن طريق الصلاة خمس صلوات في اليوم ورمضان والزكاة والحج ولا نظام تربوي أخلاقي ولو الناس منتظمين منضبطين فقال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر الأخرة وسن لهم الأدب قال لهم لبغي دخل المقبرة لابد أن يسلم على أهل المقبرة سلامنا عليكم أهل قام المؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون اللهم لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم ومن بعد كنحتفظوا على الاحترام والتقدير نقف أمام القبر بخشوع وندعوا الله عز وجل ماشي القبر ندعوا الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة والميت يستأنس بزيارة أهله ويستفتح له في قبره ويعطى له الإكراميات ذلك الأجر والتواب هذا كله جائز في السنة لكن تخصيصها بـ 27 هذا من العرف والعادة والثقافة الشعبية لأن الناس خلقوا أفكار قالوا بأن ليلة السنة والعشرين الأرواح تعود إلى القبور هذا كلام دي الناس الأرواح منذ أول يوم ذهبت إلى البرزخ عند بارئها اللي يبقى في القبر هو غل جتة هي جتة بالدقل جتة ربي انتهت لكن الروح الطاهرة كفنت وقيل لها يا أية والنفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فالناس اعتادوا هذا الكلام وبعض التجار ربما من مصلحتهم ترويج هذه الأفكار فصارت سوق رائجة في السبع والعشرين الناس يبيعون مجموعة مواد الشريحة والتمار كده سوق رائجة بعض المقرئين يقرؤون القرآن بعض المتسولين يلقوا فرصة ولكن كيعد ضجيج هو أمر مباح ولكن تخصيصه بالسابع والعشرين بدك التقوز كلها هذه تسمى بداعة إضافية وكيوقع خلال اختلاط الرجال بالنساء وكيعد شغب داخل المقبرة وهذه مملكة الأموات لا بد أن تكون محترمة وموقرة نوقرها لكن نلاحظ في بعض المقابرين كيوقع الضجيج وكيوقع الاختلاط من الرجال والنساء وكيلي ما عرفه الحرم دين المقابر لذا ننصح أن الإنسان اللي بغي يزور المقبرة يزورها يتفادى السبع والعشرين إلا بغي شي حسنة يوصلها للميت يتصدق على الفقير أو المسكين أو يدعو الله تعالى في أي مكان وبعد السبع والعشرين له أن يزور وله أن يترحم وله أن يدعو الله بما شاء